اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة ان الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع الصحي ساهمت بشكل كبير في تطوير خدماته وتعزيز قدراته وكفاءته لسيما مشروع الضمان الصحي وقال رئيس المجلس الاعلى للصحة خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاول لسلامة واليقظة الدوائية المنعقد خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى ثلاثين من اكتوبر الجاري ان مملكة البحرين تشهد تطورا مطردا في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين موضحا ان هذه المؤتمرات تسهم في رفض المساعي المستمرة للنهوض بالقطاع الصحي فضلا عن اسهامها في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول الخليج واكد رئيس المجلس الاعلى للصحة ان مؤتمر السلامة واليقظة الدوائية يمثل فرصة سانحة للتعريف بجهود المجلس الاعلى للصحة واللجنة الوطنية لشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بالاشراف على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية كما اشار رئيس المجلس الاعلى للصحة الى ان تحديات جائحة كورونا على المستوى العالمي والوطني تؤكد الحاجة الملحة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز فعليتها ومستوى استجابتها لجميع التحديات وعرب الشيخ محمد بن عبدالله عن تطلعاته لنجاح اعمال هذا المؤتمر والخروج بتوصيات تثري الخطط الوطنية الصحية بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق استدامة التعاون والتكامل في مختلف المجالات الصحية والطبية لا سيما على صعيد القطاع الدوائي ما يعود بالخير والنفع على دول المجلس وشعوبها اشتركوا في القناة